كذلك في إطار الجهود المصرية لمواجهة التغيرات المناخية تم إطلاق أول عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة للتخلص من ظاهرة استخدام الزجاجات البلاستيكية جاء ذلك على هامش فعليات قمة المناخ كوب 27 وتماشيا مع رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة وأحزت هذه العبوة على اهتمام كبير من جميع الأطراف المشاركة خاصة من رؤساء الدول المشاركة والمؤسسات المهتمة بحماية البيئة ويقدم المشروع مشروع المياه الصديقة للبيئة أول عبوة مياه معدنية مصرية مصنوعة من مواد نباتية تستخدم أغطية مصنوعة من بلامر حيوي مشتق من قصب السكر مما يمكن من إعادة زراعتها كنباتات تمتص ساني أكسيد الكربون